اشتركوا في القناة ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت موسيقى هو أول من تولى مشاخة الأظهر من علماء الحنفية وكان أول من جمع ما بين منصبي شيخ الأظهر والإفتاء حيث عين كمفتي لأديار المصرية وهو في عمر الحادي والعشرين من عمره وبالتالي كان ولا يزال هو أصغر مفتي في تاريخ مصر هو فضيلة الشيخ العلامة محمد المهدي العباسي في مصر أرض المجددين تمثل مشروع التجديد عند المهدي العباسي في الإصلاح والتجديد إداريا وعلميا وماليا في مجالات المشيخة والعلم والإفتاء وحول الدراسة في الأظهر من المشيخية إلى الأكاديمية رحم الله الإمام محمد المهدي العباسي شيخ الإسلام وألحقنا به على كمال الإيمان فضيلة العالم الجليل لأستاذ الدكتور عالي جمع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا من فضيلة مرحبا بك فلدكتور لو تحدثنا عن نشأة فضيلة الشيخ محمد المهدي العباسي بوصفه علم من أعلام الأظهر الشريف والإفتاء في مصر فماذا يقول فلدكتور عالي جمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام محمد بن أمين بن المهدي العباسي كان علامة فارقة في القرن التسع عشر وكان الحقيقة جمع الله فيه من العجائب والغرائب ما يجعله يعني قدريا أنه ده بالقدر ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل كده ما حدش يعرف يعمل كده ده جاية من عند ربنا وذلك أن أبا جده كان في الحملة الفرنسية كان أيام الحملة الفرنسية وكان نابليون يعزه أولى أنه كان يتقن الفرنسية جده دخل الإسلام فسمي بالمهدي ومن إتقانه للفرنسية كان يتفاهم مع نابليون ونابليون رأى فيه ساعة الاطلاع ورأى فيه أنه مفاوض جيد فأحبه جدا وقربه إليه وكان يجلس معه بالساعات يستشيره والمهدي العباسي الكبير كان أمره بأن يغادر مصر وأنه لا محال أنه سوف تفشل هذه الحملة لأنها لا تبقى لأن الخطأ لا يبقى وكل معوج يسقط فكان هو هذا الإمام الكبير كان علامة وكان علامة في الفقه الإسلامي يعني كان متبحرا ابنه أمين اشتغل بالعلم لكنه مال إلى التجارة ومن ثقة عائلة محمد علي باشا وابنه إبراهيم وكذا إلى آخره جعلوه أمينا على ثرواتهم وكان أموال إبراهيم باشا شغالها أمين ولكنه انتقل إلى رحمة الله بعد أنه خلف ولدين فلما انتقل الخاصة الخدوية أو الخاصة بتاعت مولانا إبراهيم باشا ابن محمد علي وضعت يدها على ثروة أمين كلها حتى تستوفي الأموال التي أعطاها إبراهيم باشا للاستثمار الولدين طلعوا في معيشة صعبة شوية وولد كان محمد الذي أصبح مفتيان وشايخا للإسلام في الأسكندرية 1827 بعد كده في أواخر عهد محمد علي رأى أن إبراهيم يتولى الحكم وطلب من السلطان العثماني أنه يصدر له تولية لهذا الحكم فذهب إبراهيم باشا إلى اسطنبول من أجل استلام تعيينه واليا حتى في حياة أبيه فقابل هناك شيخ الإسلام عارف أفندي وعارف أفندي كان صديقا صدوقا لأمين فقال له هم أولاد أمين الله يرحمه فين قال له أنا أسمع كده أن هم بيشتغلوا في الطلاب يعني لسه أولاد صغيرين في الأزر قال له إذا كانوا بلغوا سنه الرجدة أو كده يعني اكرمهم عينوا مفتي عينوا إمام للمسجد يعني شوف له حاجة كويسة لأن أمين الله يرحمه كان صديقنا وكان عالم وكان رجل يجب علينا أن احنا نخدمه في أولاده فلما رجع إبراهيم باشا سأل فين الأولاد دول قال له له واحد اسمه محمد بيدرس في الأزهر عند الشيخ الساقة فقال له هم طب رحوا هاتو فجات البوليس يعني الشرطة وبتاعه والقوة بتاعت إبراهيم باشا اللي هو والي البلاد وأبضوا على محمد أثناء الدرس عند الشيخ الساقة الولد منش عارف يعني روح فيه وعمل وعمل إيه يعني حاجة زي كده ومثلة بين هدي إبراهيم قال له إنتوا عايشين إزاي قال له الله لما أبويا مات سيادتك حطيت إيدك على الصروة بتاعته علشان تستوفي ما كان في ذمتي جاب الناس بتوع الخاصة اللي مسكين الحسابات وكده وقالوا إيه العبارة دي فقال لهم شوفوا الحسابات ونرى ما الذي حدث فيها فوجدوا أنهم الأموال سددت ولم يعود عليهم شيء قال لهم طب نمر واحد رجعوا كل الأموال للولدين وللست زوجتهم نمر اثنين حطوا قدها وهب من عندي نمر ثلاثة عينوا محمد مفتين كان عنده 21 سنة الكلام ده سنة ألف تمانية واربعين لأنه هو كان عنده أتولد سبعة وعشرين ودلوقتي 21 سنة يبقى ألف وتنمية تمانية واربعين وراح الرجل فالشيخ العروسي قال له يا مولانا ده شاب صغير هيعرف يفتيه كذا إلى آخره فعينوا أمناء للفتوى ومن هنا جاءت فكرة أمناء الفتوى وأمين الفتوى كان واحد اسمه الشيخ الخليلي وكان الشيخ السقا وكان كذا إلى آخره من العلماء اللي كانوا بيدرسوله اشتغلوا أمناء للفتوى وتحريرها ما تطلعش فتوى إلا لما يدرسوها ودول كبار العلماء وهو نفسه بقى اجتهد وكان وارث بقى من جده ومن أبوه التقوى والعفاف وطهارة اليد وطهارة اللسان وطهارة الزهن يعني كان أعجوبة من الأعجيب ومكث فيه فكان أصغر مفتياً ومكث في الإفتاء أربعين سنة أربعين سنة مفتياً فده ما حصلتش إطلاقاً لا بعد ولا قبله إنه واحد يجلس في الإفتاء أربعين سنة وأخذ يدرس بتعمق وبشدة وليلة نهار حتى أصبحت ما ألفه من الفتاوى المهدية يعني مثالاً يحتذا طلعت في سبع مجلدات مضوعة محررة منقحة مرجع لجميع فقه الحنفية في العالم والحمد لله وفق الله دار الإفتاء المصرية في طباعتها فطبعت في عشرين مجلد اللي هي السبع مجلدات لأنها يعني كانت ايه بتطبع بالطريقة القديمة لما نسقت ووضعها عشرين مجلد العشرين مجلد دول فيها روح الإمام محمد أمين المهدي العباسي الذي جاء في وقت من الأوقات وأصبح شيخاً للأزهر جمع الحسنية جمع بين الإفتاء وبين المشيخ وحصل إن عرابي أتى وقع لنا هنا إن إحنا نازل توفيق قالوا هذا لا يجوز إن إحنا نازل الحاكم المسلم ونخرج عليه هذا لا يجوز طيب يعني عارض الصورة العربية ما عارضهاش ده عارض نقطة واحدة فيها وهي عزل الرئيس البلاد هو الخدوة توفيق هو الخدوة توفيق من غير مبرر شرعي يحدث هذا طيب أستأذن فضلتك أعايز أستفيد وأستجلي بعض الأمور في هذا الموقف من فضلتك ولكن بعض الفاصل إن شاء الله أستأذنكم بعض الفاصل خليكم معنا موسيقى 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 بمنطقة البستان وفي تلك البقعة الطاهرة المباركة من بقيع مصر في مقابر المجاورين ترقد روح الشيخ محمد المهدي العباسي مع أحبابه من شيوخ الإسلام فهنا تجد مقام الشيخ محمد بن سالم الحفني وعلى بعد أمطار تجد قبر الشيخ عبد الرؤوف السجيني وعمه شمس الدين وبهذه المنطقة التي ضمت أرواح الأمراء والملوك كذلك بداية من مقبرة العائلة الملكية فهذه قبة أفندينة والتي تعتبر ثانية أكبر مقبرة بالعالم وعلى بعد خطوات من هذه الرقعة الطاهرة تجد جمالة وروعة البناء تتجسد في قلعة صلاح الدين الأيوبي ويعد من أهم معالم مدينة القاهرة السياحية والتي تطل على المسجدي الرفاعي والسلطان حسن موسيقى مرحب بفضلات العالم الجليل والسيد دكتور عالي جمع مرة أخرى أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً طيب الإمام المهدي العباسي موقفه من أحمد وروبي شخصياً يعني البطل والزعيم أحمد وروبي هل موقفه ده أثر عليه جماهيرياً أثر عليه مع الناس وأتالي؟ دايماً كان يقال بأن لغته هي لغة عامية أو لغة العوام في الكتابة فكان يبدو أنه قريب من الناس هل ده أثر على موقفه؟ أثر على موقفه إيجابياً 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 لأنه لم يخشى السطوة وأحمد عرابي كأنه قائد الجيوش ده خلّ أحمد عرابي يضيف طلب تاسع من طلبات كانت طلباته الثمانين تاسع رفع الشيخ الإسلام والمفت ده يقعد في بيتهم فأعادوا في بيتهم وعين مكانه الشيخ محمد المجابي الشافعي لكن لم يتزحزح ولم يبع دينه من أجل ضغط ولا من أجل سطوة ولا من أجل شيء قال الحق المشروع الفكري بتاع محمد المهدي العباسي تمثل في الإصلاح وفي التجديد في الإصلاح دخل على المنظومة التعليمية واستصدر من الخديوي هو على فكرة حضر محمد علي وحضر إبراهيم باش وحضر عباس وحضر سعيد وحضر إسماعيل وحضر توفيق يعني في ستة من الأسرة محمد علي وحضر توفيق ومات سنة 1898 بعد ما تخانق مع توفيق توفيق بقى قال الرجل ده بتاعنا يظهر ولا كذا فظلنا هذا وبعدين قالوا له ده بيجتمع هو وناس في البيت بتاعه بيشتم فيه وبينتقدوك فجابوا قالوا انت بتنتقدني قالوا اه بنتقدك قالوا خلاص يا خليب ينتقدني ما يعدش معايا فايه يعني انت في مشاخة الأزر قالوا خلاص مستقيل وشوح له كده بيده ومشي فهو ماشي عطيله ظهره توفيق قالوا والإفتاء ما هو دلوقتي معايا المشيخة والإفتاء والإفتاء راح أمله قالوا والإفتاء فعلا يا مولانا التاريخ يعني يعني بيوصف المشهد كده كده بالضبط قالوا والإفتاء وأشاح بيده وأشاح بيده واخد بالك وجلس في بيته ومن هنا حصلت أزمة إن المفتي مش راضي يروح الدار ولا راضي يمارس فجابوا واحد من العلماء الكبار كان اسمه الشيخ محمد البنة كان تملي الشيخ بخيت لما يجي يتكلم عنه يقول قال العلامة محمد البنة وكان محمد البنة مسي قضاء اسكندرية فجابوه حتى يقوم مقام مش يبقى مفتي يبقى يقوم مقام المفتي يعني يسير الأمور وظل هذا الحال إلى أن انتقل في سنة الثمانية وتسعين فعينوا مكانه من حسون النواوي الشيخ الجامع لكن هو سبها فجه حسون النواوي شيخا بعده وبعدين خد الإفتاء أيضا جمع بين المشيخ والإفتاء وعد له سنتين ثم جي الشيخ محمد عبده سنة تسعة وتسين المهم الحصد أن مشروع محمد المهدي العباسي كان يتمثل في إصلاح التعليم فوضع قوانين ونقل هنا بقى للنقطة الفارقة اللي هي المشروع الحضاري بتاعه اللي هو المشروع التجديدي بتاعه نقل العلم من المشيخية إلى الأكاديمية المشيخية كان يحصل فيها إيه؟ إلا يرى في نفسه أهلية للتدريس يستأذن المشايخ ويقعد ويدي درسه وخلاص بقى إيه لو أجزون إنتهى الأمر طبهم ده ممكن يحصل فيه محسوبية طبهم ممكن الدرس ده ما يكونش كافية فقال لا يبقى لابد من الامتحان والامتحان يقوم به ستة والستة دول سألوه في اتنشر علم وفي الاثنشر علم دول يسألوه كل يوم علم ويقعد يقرر فيه وبعدين يدهانه من أحد ثلاث درجات الدرجة الأولى كل العلوم الدرجة الثانية بعض العلوم الدرجة الثالثة علم واحد يعني عمل مؤسسة ونظم متكامل بقى للتدريس عمل مؤسسة بقى نقلوها إلى قضية الأكاديمية وذلك عندما يشهد له ثمانية يجيب الورقة كده ويلف على ثمانية من مشايخه بأنهم يستطيعوا ذلك وعلى فكرة الشيخ محمد عبده امتحن بهذه الطريقة الذي يعني وقف موقف حازم ليه هو كان الشيخ محمد المهدي العباسي أستاذه يعني محمد المهدي العباسي يبقى أستاذ محمد عبده فلما محمد عبده دخل اللجنة وأجاب على كل شيء كان فيه واحد متغص منه قال لا مش داخل دماغي برضه وهيحلف بالطلاق أنه مش هياخد العالمية فالشيخ راح عطاه له من التانية وهو يستحق الأول عطاه له من التانية ولف عليهم وجيه عند الراجل ده فقط فوقع فوقع إجلالا للشيخ المهدي العباسي فالشيخ المهدي العباسي كان سببا فيه تخرج محمد عبده اللي هو تنميزي الإصلاح والتجديد كان هو المشروع الفكري بتاع محمد المهدي العباسي فحول الأمر من المشيخية إلى الأكاديمية أصدر قوانين لإصلاح الأظهر وإدارته أعاد الأوقاف التي كانت مرصودة على الأظهر والتي بدأت تتفلت للوقف لو لم يكن عليه ناظر واعي يتفلت ويضيع ويتسرق لا رجع الأمر مرة تانية محمد المهدي العباسي في مواقفه الوطنية ومواقفه الدينية ومواقفه السياسية ومواقفه العلمية واحد مرة جيه وقال له هو اللي عمله الخديو إسماعيل ده صح والله غلط إنه نحط أربع تماثيل لشوات أسود مش ده يبقى يعني يستوجب الخروج عليه كلام كده ملوي معناته كده عايز كده ففهم الشيخ قال له على فكرة ده مكروم ولكن يجب علينا أن نسعى لتغيير المنكرات الحقيقية شرب الخمر الزنا كده هو ده اللي تؤمر فيه بالمعروفة في نفس الفتوى وده كانت من العجائب أنه يعني يسأل عن شيء فيجيب عن الشيء وعما وراء الشيء وبالشكل ده يعني كان الشيخ محمد المهدي العباسي الجميع حكاما عنده ستة خديوي ستة خديوي حكاما وشعبا وعلماء الشيخ المراغي بعد كده جاب قانون للأحوال الشخصية فاعترض عليه بعض العلماء فقال لهم هذا مشروع المهدي العباسي محمد المهدي العباسي المتفق على تقوى وجلالة علماء كان ليه تقدير كبير يعني كبير جدا يقلن في جنازة وكان أربعين ألف ومتفق عليها اللي صلوا في المسجد خمس تلاف اللي مشوا في الجنازة أربعين ألف من سكان القاهرة وقتها اللي كانت كام كلها درجونه من الأقطار درجونه من الأقطار كمان يعني مش أهل القاهرة بس إنما درجونه من الأقطار لأنه كان يعني رجلاً والرجال قليلاً شكر فضلكم مولانا شكراً جزيلاً لحضرتك شكراً لكم شكراً لديكم وشكر موصول لحضرتكم إلى اللقاء ما حكم عدم زيارة الوالدين بسبب مرض كورونا في أيام الوباء مثل وباء كورونا يجب أن نلتزم جميعاً بالتعليمات الصحية التي وضعها الأطباء حتى نحاصر هذا المرض اللعين الذي قد ابتليد به فهل يجوز عدم زيارة الأب والأم في فترات الحظر؟ نعم يجوز ذلك بشروط صحية يضعها الأطباء والجهات المسؤولة يجب علينا أن يضع بعضنا يده في يد بعض بإزاء تلك الأوبئة والحالات الاستثنائية بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يسر لنا أمورنا وهيئ لنا غيوبنا وهيئ لنا من أمرنا رشداً يا رب وفقني وأنجح مسعايا وألقي علي القبول وحبب إلي خلقك وحبب خلقك فييا اللهم آمين موسيقى صغرقك حول الله موسيقى موسيقى حلقك حلقك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة